ما هو تقييمك للإعلام العربي في المهجر؟ اليوم نحن القناة العربية الوحيدة انفقرات تتكلم باللغة العربية ناطقة باللغة العربية تترجم من أخبار من معلومات في إيصال الفكرة للجالية العربية كيف تقيم الإعلام ودوره في اللغة العربية في هذه البلاد؟ طيب أنا أقيم فهذا أمر أمر جذبكم الله خيرا عليه لكن نقول دائما أن الإعلام له دور مهم لا شيما أن الإعلام الآن هو أقرب السبل والوسائل إلى الكبار والصغار نعم متاح نعم متاح نعم متاح نعم الناشي اليوم دائما على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من عشر ساعات في اليوم صحيح إن لم يكن أكثر من ذلك حتى الأطفال حتى الأطفال نعم فالإعلام عليه دور كبير في أن يصل بهذه الرسالة التي ننشدها إلى مثل أولئك بمقاطع صغيرة وإن كانت مقاطع كرتونية مقاطع مصرحية مقاطع ثقافية ما زال هناك على الإعلام دور كبير النمسا ميديا يعني قناة لها كل الشكر والتقدير أنها تقدم باللغة العربية هذه البرامج المختلفة سواء في علم السياسة وعلم الاجتماع وعلم الثقافة حتى وعلوم الدين وقد ناقشنا قبل ذلك بعض من أمور الدين التي تخص الجالية العربية ويعني جزاهم الله خيرا على هذا لكن لا زلنا نحتاج الكثير والكثير والكثير لا سيما حينما ندخل إلى أولادنا دائما مذل الصغار يحتاجون إلى برامج خاصة إلى تربويين يأتون فيحدثون أولياء الأمور عن التربية يحدثون الصغار عن التسلية وعن أمور اللغة العربية بأسلوب شيق وأسلوب فعل تستحضرني أبيات للشاعر جهاد جحى يقولها عن اللغة العربية نذكرها في هذا الموطن عندما يقول عربية اللغة وأفخر أنني بحروفها مني الكلام يكون لغة الفصاحة إنني لك عاشق بل إن حبك واجب مسنون لغة بها القرآن أنزل إنها للسان صدق في الورى وعيون إني لأهواها بكل فروعها ولها فؤادي دائما مرهون نحو وصرف ثم علم بلاغة صب أنا في حبها مفتون إنشى وإملاء وترقيم كذا أدب بحسن بيانه مقرون عربية اللغة وأفصح ناطق بلسانها نور الهدى المأمون صل على خير الأنام المصطفى من قوله وكلامه موزون صلى الله عليه وسلم شكرا لكم شكرا لكم